اشتركوا في القناة كنت انا في حلقة سابقة اتكلمت عن الاماكن اللي بتدخل دم نحوض النيل والاماكن اللي بتدخل دم نحوض النيل عايز ابتك الحلقة دية بالاماكن اللي بيزيد فيها تصريف النار تمام اجيب برضو زي ما احنا اتعلمنا بجيب ورقة اعمل بقى كشكول بقى كده اعمل كشكول انتهى بقى عصر الملازم والكلام الفاضي ده واجيب بقى الكشكول واجيب كل الاجزاء اللي بيزيد فيها تصريف النار والأجزاء التي لا يزيد فيها تصريف النار تمام؟ عون جايب ماسك ورا كده واحد ايه الأماكن اللي بيزيد فيها تصريف النار؟ أجيب منجلة أجيب ملكال أجيب ودي حلف أجيب الخرطوم دي هت الأماكن اللي بيزيد فيها تصريف النار ولقلمكم لو أنا جيت يعني كل واحدة مندي بتختلف عن التانية يعني ما يجي يقول لي عندي منجلة ليه بيزيد تصريف النار؟ شدة الانحضار وجود رافض شرياته غزية عندما الكل بيزيد تصريف النار هنا بقى لازم يركز عندما الكل بيزيد تصريف النار هل بيزيد تصريف النار عندما الكل طوال العام؟ ولا في فترة معينة أقول له يزيد تصريف النار عندما الكل في الصيف فقط بس يبقى هنا يتضاعف تصريف النار عندما الكل طوال العام أقول له غلط يتضاعف تصريف النار عندما الكل في فصل الصيف بسبب الصباح اللي بيديني 14 مليار وبحر الجبل اللي بيديني 15 مليار طب بيزيد تصريف النار عند الخرطوم ليه؟ بالسبب الأزرق اللي بيفيد برضو فيه الصيف طب بيزيد تصريف النار عند ودي حلفة أقوله بسبب سدة انحضار النار ووجود كمان رافض عبرها يبدير الأماكن التي يزيد فيها تصريف النار أعكاسها بق الأماكن التي يقل فيها تصريف النار الجزء الأدنى من بحر الجبل أو بحر نو جنوب الخرطوم خلي بالكم الجزء الأدنى من حوض النيل في مصر ممكن يختار لأي مدينة في مصر يقول لي مثلا إيه يزيد فقا تصريف النار ولا يقل لي فقا تصريف النار يعني القاهرة يزيد ولا يقل السيوت يزيد ولا يقل هنا زكاء هنا زكاء من الطالب يبقى أنا عندي الجزء الأدنى من بحر الجبل يقل لي يزيد تصريف النار بسبب بطء الانحضار إنسيح المياه للجانبين وجود المستنقعات والسدود اللي هي النباتين طب جانبه الخرطوم يقل لي تصريف النار ليه بسبب بطء الانحضار والتصرم شوفهم الحتة الوحيدة اللي قلت فيها بطء الانحضار والتصرم اللي هي الجنوب اللي هي الخرطوم طبعا ما تستمنيش بقى ليه التصرم عشان دي حاجة جولوجية منجعة بيها مش من المنهج لكن لو عايز تهرفها وبقول لها لك على الفيس بعد كده خلينا في المنهج ده تمام طب ليه بيقل تصريف النار بقى في الجزء الأدنى أسيوت سواج قنا نقصر القاهرة الحتة دي تقولوا لها توجد رفو التغزية ويمر في منطقة ايه صحراوية جفة يبقى هنا بيزيد شوفت بقى ربطوم لك ازاي زي منسل نيجي يقولك ايه عندنا اي نهر في العالم معدى نهر منية اللي هو اي نهر في العالم بيتكون من ثلاث أحوال حض أعلى ده بيبقى ضايق المجرى شديد الانحضار تكسر الشلالات حض أوسط يعتدل فيه قواته وسرعته حض أدنى بطيل الانحضار هل التلت أحوال دمت ينطبق على نهر النيل لا قالك ده دي الأحوال اللي على اي نهر في العالم معدى نهر النيل تمام ل danach لانه نهر النيل قناة لم يتكون من حض واحد ولكن تكون من عدة أحوال لكن اي نهر في العالم بيتكون من ثلت أحوال دم خلي بالك خلي بالك طيب قالك انه نهر النيل ده كان مطمع للاستعمار منزل قدم وحديث اقوله ااها كان مطمع قديما يا السلام بقى على السؤال ده لو انتو خدت بالكم منه بقى قديما نجي ملك الحبشة آسف ملك البرتغال راح لملك الحبشة قاله بقولك ما تيجي ننقل النيل الأزرق ونوديه على البحر لأحمر هيسة بقى هيسة تعالى قطل النيل الأزرق نوديه البحر لأحمر ايه ده طب ده نوظفه سؤاليا ازاي ليه اختار ملك البرتغال النيل الأزرق لماذا ما هو ممكن يجي لك سؤال كده اقول لك لماذا لم يختار ملك البرتغال النيل عطبرة ولا نيل الصوباط ولكن اختار النيل أزرق ليه لان احنا عندنا ان مصر هيبة النيل الأزرق واقول اهمية النيل الأزرق في العصر الحديث بقى تدخلت بقى الشركات الامريكية والصيونية طبعا الاستعمار بصهم الاستعمار متربص لمصر خارج مصر وجوه مصر وانتو حرين بقى بعد كده فبقى جيالك نعمل ايه مشاريع على نار يعني انا ممكن يجي لك سؤالوا لك ايه ماذا هيحدث لو قامت اسيوبيا بتنفيذ العديد من السدود على المنابع بتاحها على الروافض بتاحها هنا في اسيلة كلها تكاد تكون متشبا بعض لو قامت اسيوبيا بتنفيذ العديد من السدود على نارها طبعا كالعادة هتقل كمية المياه الواصلة الى المصر مما يؤثر الى بحيرة ناصر يؤثر على بحيرة ناصر وبالتالي يؤثر على السد وبالتالي يؤثر على الطاقة وبالتالي يؤثر على الزراعة وبالتالي يؤثر على الانتاج الزراعي وهتبقى كارثة وتبحث مصر على الموارد اخرى لان احنا ما تنسوش ان احنا عندنا فقر ماء مش واحد يقولك دي احنا عندنا نهر النيل يالله هيصى لا لازم نفوق من الكلام ده خلاص طيب انا عايز اسأل سؤال هنا حتة هامة جدا ياريت تكتبها لي في الكراسة او انت تكتبها في قلب الكراسة اقاس من نهر النيل شو بقى خلي بالكم بحر الجبال بيبدأ منين من البرت وينتيق عند ملكال طيب النيل الابيض بيبدأ منين من ملكال حتى جنوب الخرطوم النيل الابيض بيبدأ من النيل النوب بيبدأ منين من الخرطوم حتى ودي حلف حتة هامة جدا هامة لين للسلح وبعدين اقوله المجرى الرئيسي بقى بيبدأ من الخرطوم حتى المصاب المجرى الرئيسي بيبدأ من الخرطوم حتى المصاب دي موجودة في الكتاب بتاع المدرسة مستر اه موجودة في كتاب المدرسة ممكن تلاقيها في كتاب المدرسة صفحة 24 كتبالة الكلاتي يتلقى يلطق النين الأزرق بالنين هبض عند الخرطومة يسمى بعد تلاقيهما بالنيل الرئيسي حتى ما صبه تيجي لآخر تقوله انت جابني الأسئلة دي منها أنا مش شايفة في الملزمة ولا في الكتاب الخارجي ولا في أي حقا ما ليش دعوة كتاب مش عايز تبص لكتاب المدرسة بقى انت متفوق احنا عمل لك احنا ايه بقى بنلفت نظر طيب احنا درسنا اوديا كتير قصدي واحد الوادي الجديد دي جي حتى المفروض انا كمصر اكون عارف الوادي الجديد ده بيتكون من الواحة الخارجة والدخلة والفرافر دي اسمها محافظة الوادي الجديد طيب سيوة تنتمي دارية لمين لمرسة مطروح طيب الواحة البحرية تنتمي لمين تنتمي للجيزة طيب ودي النوترون ينتمي لمحافظة البحيرة او اللي احنا بنوي عليها ليه البحيرة طيب ما هنا بقى ممكن خلي بالك بقى من الحتة الجميلة ديت ديت كده هم جدا ممكن نجيب لك نقطة نقول لك اعمق واحة اللي هي طبعا فرافرة اصغر واحة البحرية اغنى واحة بالمورد المائية اللي هي مين سيوة طيب ممكن نيجي هنا بقى اللعب كله مش اللعب الفهم كله في الحتة ديت انا خلي بالك زي ما يجي يقولك ايه منخفض النوترون ده ايه احنا خدنا منخفض النوترون ومنخفض السل منخفض الرئيان تمام طبعا منخفض الرئيان بينتمي للفيو طب ليه اهمية اكسادية اه ده محمية طبيعية عام الحاج محمية طبيعية فيه بقايا حيوانية ومتحجرة وحفريات وممكن يجيلك في الامتحاج ومساعة تبقى تقول له ده مش موجود ايه ممكن يجي يقولك ايه من المحميات الطبيعية في الصحراء الغربية واد النوترون فسر يوجد في الصحراء الغربية او مدين محمية واحد تخيل تخيل في المنج بتاع تالت سنوي اللي مصر فيها محميات اكتر من 30 محمية كتاب تالت سنوي كاتب لمحمية واحدة بس فرحم بيها اسمها محمية واد الرئيان معلينا ده احنا مجتزمين بالمنج وخلاص تخيل انت بقا وبالتالي انت بتنسى ايه المصر فيها محميات ولا لا النقطة التالتة اللي بيقع فيها طلبة كتير الهجرات اللي جات الى مصر اعمل فيها ايه اونجا نكاتب كده خلي بالك خلي بالك وخلي بالك من الحتة الجميلة دي شوف بقى الحتة الجميلة دي اتبع اعمل ايه اونجا اذا ما احنا اتفقنا اونجا اجاب ورقة وكاتب في النص كده الهجرات التي اتت الى مصر الهجرات التي اتت الى مصر واونجا بقى ما اسمها الهجرات التي اتت الى مصر واحد الجيزوين اتنين شعوب البحر المتوس ثلاثة المسحيين أربعة العرب شوف أسمتها أسمتها علشان ربنا يسهل لي واجيب الدرجة النهاية فأنا هنا هنجا أقول له بقى إيه أول حاجة الجزوية جم من جنوب غرباسي عبره شب جزيرة سينا تركزوا في منطقة الجيزة تمام؟ بيمثلهم جالسة الكلفصاء أو الكاتب المصر صعب الكلام ده طبعا بيبقوا مكتزين وصيرين مليانين عريض الجبهة أدي واحد جم منين الأول جم من غرب جنوب غرب سينا خلي بالك مين ده أوي حط تحتها مليون خط وحط تحتها مليون خط تاني هجرة بقى اسمهم شعوب البحر متوس جت من الصحراء الشرية والصحراء الغربية بعد انتهاء العصر المطيع طب ما الصحراء الشرية والصحراء الغربية ديت أصلا يعني بالعق بالعق فأنهي دولة طب ما في مصر يبقى أيهما سكان مصر الأصريين جنوب غرب آسيا ولا شعوب البحر المتوسط أقوله طبعا شعوب البحر المتوسط دماجهم ومزاجهم وطلع منهم الشعب المصري نهر النيل شان كده بيقول ان الحضارة المصرية حضارة نيلية نهرية خلاص زي ما قال الدكتور جمال حمداب أدي نقطة النقطة التانية بقى جي بعد كده مين المسيحيين بقى تالت فجرة المسيحيين أقوله بقى المسيحيين خلاص اللي أخوة المسيحيين دمت جمع امت بقى من حوض البحر المتوسط خلاص أكبر وأولى الهجرات في مصر كانت في العصر المسيح سكنوا الأسكندرية قال لك مش ما ناخدتوا الأسكندرية ما كان عندكم مدن كتير قال لك دي المدينة الإغريقية اللي هي كانت عاصمة العلم ونفوق بقى شوية كانت عاصمة العلم ومنارة العلماء لوجود جامعة الأسكندرية ووجود مكتبة الأسكندرية تمام؟ بعد كده إيه؟ جي بعد ما أمين؟ البحر إيه؟ جي بعد ما أمين العرب دخلوا من البوابة الشرعية خلاص وبذلك استقبلت مصر سن الإجراء طبما اليونانيين كانوا بيتكلموا لغة يونانية والعرب كانوا بيتكلموا عربي يبقى مصر بقى فيها إيه؟ لغتين تغير لسنة مرتين كل دمت اندمجهم وعملوا الشعب إيه؟ المصر وما نقدرش نفرق حالياً في مصر بين مسيح وبين مسلم وبين أجي الزوية وبين أشعب البحر المطاف لأن كلهم انصاروا في بطاقة واحدة ساعد على نمو الحضارة ونمو القومية المصرية الصحراء سواء كانت الصحراء الشرعية أو الصحراء الغربية وهنا ممكن يجيب لي سؤال يقولي الصحراء لعبت دوراً حضارياً ودوراً مناخياً الصحراء لعبت دور في المناخ ولعبت دور في الحضارة في الحضارة حافظت على الحضارة المصرية وقدت النمو المدنية المصرية والقومية المصرية وهكذا وكانت دروع واقية ليه الأخطار اللي كانت بتيجي المصر على مر ليه الأصور مناخيا تأتي منها موجات حرة زي ما بيحصل في فصل الربيع ليه الرياح الخماسي وتأتي منها موجات باردة زي اللي بيحصل في فصل الشتاء وانتو كلكم شفتوها ايه دي داني شايف الصحراء تأسيرها قدامها واروح اذاكرها قولك اه لازم اذاكرها ليه يا ابنة وانت مساكم من مصر لا انا مساكم من مصر ما انا شفتش انا الحاجات دي ما انت كل سنة بقى لك 500 سنة هتحس بالمناخ ده بس علشان بقى حفظ بتنساه تمام يبقى انا عرفت الوقت الصحراء مناخيا والصحراء ايه حضر ايه طب افرد قالك بقى ايه تعددت المصبات في نار النيل المصبات تعددت مصبات نار النيل فتتعدد ليه الرؤوس ليه خلي بالك يبقى وجود رؤوس كتيرة في نار النيل تعدد المصبات زي سؤال كتو انا انساه يجي يقولك ايه توجد فواصل طبيعية وبشرية في الدلت اقوله غلط مين اللي قالك ان فيه فواصل طبيعية وبشرية في الدلت هايجي بقى ناس انا بحس بيكم يعني يجي واحد يقولك ايه اه طلع لنا بقى بره المنج بقى ولينا معرفش ايه اقولك ولا هتزعل نفس افتح الكتاب بصفحة 56 هتلاقي يقولك كده لا يوجد فواصل طبيعية بين الدلت خلاص التقسيم بتاع الدلت ده تقسيم طبيعي الشرق وغرب الدلت تقسيم طبيعي شرق الدلتة خلاص وسط الدلتة غرب الدلتة لكن التربة لكن الدلتة متجانسة التكويل متجانسة البيئة متكاملة فيها موارد مائية واحدة فين يا ابن السؤال ده قالك موجود في الكتاب صفحة 56 زي هنا يبقى انت خطي دلوقتي ان الدلتة ديت متجانسة هيك تنساها عشان تبقى انت عارف ولكن التقسيم تقسيم اداري زي يجي يقولك يفسر وجود الدلتة في مكانها الحالي اقول له وجود الدلتة في مكانها الحالي خلاص وجود الدلتة شمال القايرة فس وجود الدلتة شمال وشمال وشمال شمال غرب وشمال وشمال شرق القايرة فس تمام اعو لجابة بمطاق الجمال ستوى السطح بطء الانحضار ضحولة المياه بقى دلحافة الشرقية والغربية بقى دلحافة الشرقية والغربية طب ماذا يحدث لو اقتربت الحافة الشرقية والغربية من نار النيل قول له أصبح مستقيم لما اقترب من البحر الأحمر عند ثانية كنة وبرزخ السويس لما ساهمها في التجارة لما أصبح شديد للنحضار لما تكونت السود الفايدية ولما تكونت دلتا مش هو قال له قالت دلتا تكونت بسبب بعض الحف الشريعي والغربية طب لو الحف الشريعي والغربية بقى هو كده هي كده الفين هو كده الطالب اللي بيفه ما دونه ذلك انسى بقى يجي يقولك ينار نيل زرعني زمان اه لا احنا عندنا لازمانة بس مديني من عصور اقولك انا بقى مجمع العصور اللي في المنهان كله مش هيخص عليها حاجة انا اخر السنة اقول له نهر النيل ظهر في الزمن الثالث مايوسين مش كتب للزمن الثالث كتب للمايوسين اقول له خد يا عم المايوسين والدلتا بدت يحصل لها تكوينات في البلايس توسين طيب والعصر التبشيري تكون في فوسفات والعصر التبشيري تكون في البترول بس فين في الصحراء الغربية جمعتهم لك كلهم اهو وخلصنا منه يبقى مرجع لهمش تاني طب افرد قالك فسر تكوين بحيرات والمستنقعات في شمال الدلتا عندك في الكتاب افتح الكتاب بقى وشوف بقى تكوين البحيرات والمستنقعات في شمال الدلتا قالك نتيجة الغمر البحري وتراجعه صناء عصر عصر البلايس توسين البحر يطلع يطغو ويرجع يطغو ويرجع فتكوينت ليه البحيرات يبقى ليه السؤال اللي انتو خدتوه مره قبل كده اقولك ايه نمو الدلتا كل الطلبة حافظه نمو الدلتا في الماضي ازرع منه في الوقت الحاضر طب ما كل الناس عارفها كل العالم عارفه يقولك السد العالي قبل السد العالي كان بتيجي ارسابات الارسابات جعلت الدلتا تلما اربع مطار خلاص سنويا بثلاثة رؤوس بعد كده بنا سأل انت انت أصلا حافظه يعني هتروح فين منه يعني حافظه تمام طيب عندنا بقى خلافات مصرية خلي بالك بقى حتة دي يما جدا هو في خلافات مصرية سودانية وفي خلافات معدول حوض النيل الخلافات اللي معدول حوض النيل مديني أشوب يا بس خلي بالك من الكلام وبعدين مديني بقى المنابع اللي هي المنابع الداب طب ما ممكن نجيب لك سؤال يقولك أثارت الخلافات في حوض النيل المنابع دول آسف المصاب أثار أص اللي عملت اللي هي بدت تعمل تثير خلافات هي دول المصاب اقوله غلط ده دول المصاب دي اتناس محترمة مصر والسودان أمال مين اللي أثار الخلافات في دول حوض النيل قالك دول المنبع تدخل الاستعمار الزيادة السكانية المشروعات اللي عايزين يعملوها فبدوا بقى يقولك لا احنا مش عايزين اتفاقية 59 ولا اتفاقية 29 الخلافات المصرية السودانية حاجة تكسف الله يعني مصر دي هي اللي عملت السودان هي اللي محمد علي دخل عمل الخرطوم وعمل دردمان وقسمة ولات وخلاها بقى دولة قامت جاء متنطط علينا احنا بقى اول ما جينا ابن السد العالي ققيت لك لا يا عم انت مشت ابن السد العالي انت علشان تبن السد العالي انا عايز ابن السد الروسي يا عم السودان احنا صحاب مع بعض قالك لا اضطرت مصر ان هي تعمل اتفاقية 1959 وفيها تخلت مصر عن حق الرقابة على نهر النيل شفتوا بقى دي تعال بقى سيوب يا بقى تقولك احنا بقى بناخدش نصيب كبير من المياه واحنا بيتعرض مجاعات واحنا عايزين ننقض اتفاقية 59 واتفاقية 29 ديت كمان وانضم اتلاقى رواندا وبوراندي وكينيا وتنزانيا دي هي السباقى كله على مصر بقى واحنا هننسى نفسنا هنلاقي نفسنا الناس ديت سرقة النيل بعد كده ومش هنلاقي مياه وساعتها بقى هتوقت تعمل انت ايه بقى يا ريس تمام يعني هتلاقى السيوب يا راحت لأم المتحدة وهتلاقى بصي انا عايزة استصلح 227 الف فده وانشأت سد اسم سد فيش سد فيش دوت بقى وفيش دوت على مين على ناري فيش اللي هو روافد الازرة وممكن يجي يقولي من روافد الازرة ناري فيش طالب يقوله غلط يقوله الراد والدندر تمامت ده لك في كتاب وقالت لك ان انا هعمل كمان ثلاث مشاريع خلاص وقالت لك اني لازم نعيدك تقسيم ناري النيل مرة تاني طبعا بيتمن وراها عوامل ايه عوامل استعمارية وهي بقى تحت حجة ايه ان هي عايزة استصلح الاراضي عايزة تعمل تنمية اقصادية عايزة تولد صناعات توليد صناعات بتوليد الايه الكهرباء تمام طيب افرد هو قالك ايه ده صحة وغلط خلي بالك من الاسرة دي يغزي ناري النيل موردان رئيسيان متشابهان في نظام سكوت المطر اقوله تاني يغزي ناري النيل نظامين ميين متشابهين في موسم المطر اقوله لا غلط طبعا ده فيه اختلاف في موسم المطر فيه مطر طوالة العام في هضبة البحيرات وفيه مطر موسمي في هضبة الحبشة وان اختلاف الموسم خلاني اعمل مشروعات ضبط النيل شان ما حنتش ينسى الحتة دي اختلاف المواسم المائية هو اللي خلاني اعمل مشروعات ضبط النيل ولكن فيه سؤال ممكن يجي يقولك ايه قارن بين هضبة الحبشة وهضبة البحيرات تمام؟ هضبة الحبشة دي امطرة طوال العام تمام؟ خلي بالك هضبة البحيرات بقى هضبة الحبشة بتتميز بيه بغزارة المية في فاصل واحد وتزاد المائية كلما اتجانا جنوبه وتقل المائية كلما اتجانا شمال الان الريح جاية جنوبية غربية وتتميز بيه غزارة ايه الطامي بتاع تمام؟ اوعى تنسى الحتة دي تماما ما الجيش تقول بقى ايه مين شمال شرق انت حر خلاص برضو احنا خدنا السيلة كتير جدا اوي يجي يقولك مثلا ايه تقسيم الدلتا والنا اراضي الفيوم دي تختلف عن اراضي الوادي والدلتا في اختلاف ايه المناسيب عشان ما نسووش ايضا ايه الدلتا طبعا ايه مسلسية الشكل تقع شمال وشمال وشمال غرب ايه القاهرة طبعا السؤال يجي يقولك من المسؤول عن تجدد التربة في الفيوم من اللي مسؤول عن تجدد التربة في الفيوم طبعا بحر يوسف لانه كان بيعتقد ان هو او كان هو فرع قديم لنار الاني طيب ده صحة وغلط يبلغ مساحة الدلتا ده اقف مساحة الوادي طبعا الاجابة صح هتلاقي موجودة عندك في الكتابة هتلاقي الدلتا طلتين والوادي طلت طب افرد غير السؤال قالك توجد اختلافات محلية في سمك التربة في كل من الوادي والدلت بقول له صح بسبب درجة الانحضاء بتاعت الوادي والدلت ودي لها شغل كتير جدا هنقوله في المراجعات القادمة طب تعتبر بحيرة قارون مصرف لمنخفض الفيوم طبعا فيه حتة هنا عايز اقوله لكم همه جدا اوه المصارف اعمل ايه في المصارف ده بقى كلام بقى خلي بالي منه هنجا يكاتب هنا كده المصارف وهنجا يجاب شرطه مصارف شرق الدلتا خلاص فقوص بحر البقر مصارف الدلتا وسط الدلتا وهنجا مقسمة جنوب خط كنتور 5 يوجد صرف مغطى للحفاظ على الاراضي الزراعية وإحماية القروين من الأمراض وعدم نباتات ضر شمال خط كنتور 5 يوجد صرف مكشوف وأهم مصارف وسط الدلتا او اللي هيوه مصرف الغربية الرئيسي غرب الدلتا يوجد مصارف اتكوة العموم تمام خلاصة من المصارف شمال الدلتا اجي بقى في الوادي اقوله الوادي وقسمه اقوله في الفيوم عندي طامية ويه الوادي في قلب الفيوم ويصبه في بحارة قارون تمام وعندي تصريف الفيوم في ودي الرياء ليه للتخلص من المياه الزايدة والحفاظ على منصوب بحارة قارون والتوسع الزراعي طب فيه مصرف تاني في مصر الوادي اه مصرف اسمه المحيط طب هنا سؤال باختم بيه بقى الحلقة ايوم اهم في الفيوم التوسع في مشروعات الري ولا التوسع في مشروعات الصرف طبعا التوسع في مشروعات الصرف لان الفيوم تصريفه داخلي كلما زودت في مياه ارتفعت منصوب المياه في بحارة قارون لما ترتفع في منصوب بحارة قارون اتغمر الاراضي اللي حواليها فاتغمر الاراضي الزراعي فهيقل الانتاج الزراعي فلابد من التخلص من المياه الزايدة في الفيوم اليها في اه قبلها ان ادخل ما سريه بالرأي حديث طب ليه بحارة قارون لا تجف رغم ان ايه توجد في منطقة صحراوية قالك لا تجف رغم أنها موجودة لأن اللي بتعوض اللي بيعوض المية اللي بتفقد اللي هي المصارف اللي بتصب فيه بحيرة قارون وإلى اللقاء في مراجعة قادمة إن شاء الله بالتوفيق والتمنى والنجاح الباير مع تحيات أسرة كيرو دار ومحدثكم عبد الحميد حمزة المعلم المثالي على مساء الجمهورية ومدرب معلم الجغرافية بأكاديمية الميان التعليمية شكرا